إذن رجعنا مشاهدينا ورح نكمل معكم موابعنا في شاي ضحة في مقدمة حلقتنا لهذا اليوم دي كلمنا عن إعادة تدوير البلاستيك واليوم ضيفتنا بتكرت تطبيق يستخدم لإعادة تدوير لكن مو البلاستيك إنما الكتب الدراسية بين الطلبة وهذا هو التطبيق طبعاً رح يكون جداً مميزاً أن يخدم شريحة كبيرة من الطلبة بنتعرف اليوم على يمكن تفاصيل كثيرة حول هذا التطبيق وضيفتنا لكن دعونا في البداية نتابع هذا التقرير رجعنا معكم مع ضيفتنا في الستيديو الأستاذة مهة لإعتيبي صاحب التطبيق لتبادل الكتب ومدرب معتمد بالفنون صباح الخير أستاذة مهة صباح النور حياكم الله من نورتنا في شاي الضحة في البداية أود أعرف شون يتلج فكرة هذا التطبيق طبعاً فكرة التطبيق لتبادل الكتب فوربوكس بدت من كوني طالبة كوني طالبة في الحرام الجامعي فلمست مشكلة توافر الكتب صعوبة توافرها مو بس صعوبة ساعات سعر الكتاب يكون بعد مكلف جداً رغم وجود خصم في بعض الجامعات ولكن يعتبر مكلف على الطالب فبعد ما تخرجت توظف فكرت أن أسوي تطبيق يساعد على تبادل الكتب ويحد من هدرها الكتب هذه بين الضغطة نعم كانت الفكرة موجودة مع أستاذة مهة ولكن الواحد مرات يفكر وكثير من الأفكار وما يقدر ينفذها ودي شوية أتكلم عن التفاصيل بتنفيذ هذا التطبيق شكتر خدم منه تشويكت وقدرت يتفعلينه بين الطلاب التطبيق بدأ تقريباً قبل ثلاث سنين الفكرة بلشت فيها وكن تخصصي لا علاقة بالبرمجة تخصصي أنا خريجة كميوتر ساينس فلا علاقة بالبرمجة فسهل عملية يعني وآلية إنجازها التطبيق هذا فحمد الله أنجزتها خلال ثلاث أربع شهور وحطيت النسخة التجريبية شوي واجهت صعوبة أن أنا أقعد أعرف أن الفكرة هذه ممكن تستخدم بين الطلبة ولا لا فأخذت وكتي وايد أن أنا أدرس السوق نفسها أدرس الطلبة نفسهم إذا هم ممكن يستخدمون تطبيق ويطقون فيه لثبات الكتب نعم أنا أشوفها فكرة وايد مميزة لأن فعلاً أكثر الطلبة في الجامعة والمعاهد يعانون من هذه النطة ما يعرفون من وين يحصلون الكتب سواء إذا كان الكتاب سعره يكون مرتفع على ميزانيتهم كطلبة أو مو متوفر عندهم في المكتبة فحلو أنت خليت كل هذه الكتب تحت ساقف واحد وفي تطبيق يتم تداولة بين الطلبة بشكل وايد سهل إيش لا ممكن للطالب يستخدم هذا الابليكيشن؟ الابليكيشن يعني هو بسيط جداً يعني أحنا ما نبيع أو نشتري الكتب كتطبيق الطالب نفسه يكون هو البائع وهو المشتري الآن الوسيلة الوحيدة التي تبادل الكتب بين الطلبة يستخدمون تويتر والسوشال ميديا عشان يدورون عن كتاب ويسألون عندك الكتاب الفلاني الكتاب متوفر وطبعاً تدرون أن السوشال ميديا مو مهيئة لعملية تبادل أي عملية تبادل تصير بين الطرفين فحاولت أن أصمم هذا التطبيق بناء على احتياج الطالب نفسه الطالب يحط الكتاب ويحطه تحت تصنيف كلية وتخصص وممكن يكتب عليه بعض المعلومات يعني يكتب أن هالكتاب مفيد أن هالكتاب رح يستخدم الطالب ولا لا أهو شكتر أخذ قريد من هالمادة ممكن يقول الكتاب فيه نوتس فيه ملاحظات محلولة الأسئلة ولا ممحلولة فيصير أسهل على الطالب الثاني أنه يختار بنفسه الكتاب ويشوف إذا هو مناسب ولا لا ويطلب الكتاب من الطرف الثاني وبعدها يصير بينهم محادثة المحادثة طبعاً غير محادثة وسائل التواصل الاجتماعي المحادثة جداً يعني برايفت بين الضرفين ويتم فيها مشاركة الموقع واللوكيشن وتبادل الكتاب على السعر المعلن في بعض الطلبة يعني يبوني يحطون كتبهم مجاناً مثلاً اللي تخرجوا فأهم في خيار أنه ما يحط سعر الكتاب نعم نتمنى بصراحة إذا ما كان محتاج الكتاب خلاصه وتخرج ويخليه فور فري حق الطلبة أغلب الطلبة قاعد يحطون كتبهم فور فري فأنا أضع أوبشن في بعض الكتب اللي تكون مثلاً شبح يديدة فالطالب يحطها بسعرها عشان يقدر يشتري كتاب الكورس اللي بعده نعم في بداية حديثك أستاذا ذكرت أنه يمكن واحدة من الصعوبات اللي واجهتك هو طبعاً تبين تعرفين إذا كان فعلاً الطلبة راح يستفيدون من هذا التطبيق هل فعلاً راح يتم تفعيله معاهم ولكن أكيد فيه صعوبات أخرى واجهتك خصوصاً تطبيق يهتم بالكتب نحن نقول بساعة ععادة تدويره طبعاً لأنه بدلاً ما تنقط الكتب أو مثلاً محد يستخدمها لأنه كتب قيمة جداً وكثير من الأشخاص محتاجين هذه الكتب فشي اللي واجهت من صعوبات؟ هو أكثر مشكلة واجهتني سراحة هو دعم تطبيق التطبيق نفسه نحن يعني عارفين أن أي مشروع لازم يحتاج إلى دعم سواء دعم مادي أو دعم معنوي وكون التطبيق يعني هو أكاديمي نوعاً ما فكنت دائماً أواجه في وجود دعم لهذا التطبيق المشكلة الثانية اللي واجهتني سراحة أن الطلبة مختلفين أنا ما أدري يعني أمشي على مواصفات اللي قال ليها الطالب لفلاني الطالب الثاني ما يبي مثلاً في طلبة ما يأمنون على الدفع الأونلاين في طلبة يقولون لا نبي أنت توفرين لنا التوصيل إحنا ما نبي التوصيل يكون من المشتري اختلاف بين الطلبة لأن تدرون شريحة الطلبة شريحة كبيرة جداً وجامعات متعددة بالكويت فعشان نرضي كل سيجمت ولا كل شريحة أنا أحتاج أن أسوي دراسة عميقة طبعاً هل هذا الابليكيشن فقط يركز على الكتب الدراسية الخاصة بالطلبة؟ يعني مثلاً أكيد في ناس مثلاً عندهم كتب في البيت خلص مثلاً رواية قريتها خلصت منها هل ممكن يتواصلون معاكم في الابليكيشن؟ أكيد أكيد أي شخص عنده كتاب ممكن يرفع الكتاب هذا طبعاً تيني وايد أسألة شلون تتأكدين أن الكتاب مثلاً سنقول أنه مثلاً كتاب لائق مثلاً فأنا شخصياً أتأكد اسم الكتاب وشكل الكتاب وحالته أول ما يرفع الطالب قبل لا ينعلم في التطبيق فأنا قاعدة أسوي هذه الشغلة منيول يعني أحياناً الواحد تقصصها أو حتى عملها يدعمها لأي فكرة مشروع ويكون هذا هو الداعم الأساسي لأنه عنده الأساس بإبداء هذه الفكرة وتفعيلها على أرض الواقع فش كترست هذا ما خدمت مجالك أنت فعلاً تقدرين تتنكدين هذا التطبيق بشكل دقيق؟ طبعاً وايد خدمني كون أن أنا أشتغل في بيئة جامعية يعني أشتغل في جامعة الكويت سهل عليم أن أدرس احتياج الطلبة نفسهم فكان تواصلي معاهم دايركت مع الطلبة كذلك أنا من أستشير زملائي في العمل للناس التخصص وليش أنا تخصصي بعد كمبيوتر فليسوي مشروع في مجال تخصصي يكون أكثر فاهم فيه يكون أكثر فيه مصداقية فيه فوايد ساعدني كوني أنا موظفة في جامعة الكويت وتخصصي كذلك برمجة نعم من واقع خبري يعني أكيد لمستي أن فيه تخصص مثلاً الطلبة اللي في هذا التخصص شوي عندهم بعض المعاناة بما يخص الكتب شنه التخصص؟ والله أنا شوف فيه طلب وايد على كتب الحقوق يمكن لأن الكتب تكون كبيرة أو دسمة ويمكن فيه بعض الطلبة يفضلونها مع شرح ومع نوتس فقعد أشوف أن كتب الحقوق عليها طلب وايد ويمكن بعد لأن الكتب تقريباً تتوفر لأن الحقوق سنوية على ما أعتقد نعم سنوية يمكن توافر الكتب الحقوق يكون يعني أنا قاعد أشوف أن هناك طلبة قاعد يطلبون كتب حقوق أكثر شي نعم دائماً كل تطبيق يكون فيه تطوير بشكل مستمر علشان ما نقول بس يرضي كل شرائح يؤدي الغرض المطلوب اللي هو طبعاً عملية التبادل ما بين الطلاب وتكون بشكل صحيح ويتم أيضاً بخنقوا طريقة بروفيشنال لأن الطالب فعلاً يستفيد الاستفادة الكاملة كونج كمؤسسة لهذا المشروع تطمحين دائماً بأن الطالب يستفيد 100% فشل تفاوض الأراء التي تسمعينها من الطلاب استاذه وشل تفاكرين أنت فعلاً تقديرين تطورين على هذا التطبيق أكثر بعد تطوير التطبيق الأمانة قائم يعني اللي منزلين التطبيق يعني لمسوها الشي أنا نزل أبديت كل ثلاث أربع شهر للتطبيق ودائماً عندي تجربة يعني الطالب لما يجرب الأب أو يجرب التطبيق هذا أحسن طريقة أن أتأكد منها أن الفكرة اللي أنا حطتها صح أو خطأ فكل مرة أنا أحاول أن أطوره حسب الاحتياج الطلبة يفضلون شيء بسيط جداً لذلك هم متوجهين للسوشال ميديا بسبب سهولتها فكثر ما أقدر أحاول أبسط التطبيق أحاول أخليه أبسط بحيث أن الطالب مهما كان خلفيته في التكنولوجيا مهما كان خلفيته في استخدام الهاتف يقدر يتعامل مع التطبيق هذا الطالب أما الدكاترا في الجامعة هل تفعله مع الابليكيشن؟ والله أنا كان السيجمنت اللي أنا مركزة عليه الطلبة بس نصدق من تفاعل الدكاترا دعمهم لي دكاترا وايد دعموا الفكرة وأهم بعد محتاجين كتب نادرة يبونها تتوفر فصراحة دكاترا جامعة الكويت وايد دعموا الفكرة نعم يعني تطبيق ما يخدم بس الطلاب أيضا ممكن أي شخص يدور أو يبحث عن كتاب ممكن يحصله في التطبيق كاستفادة شخصية يعني بالضب هو داخل التطبيق في تصنيف حسب الكليات وحسب التخصصات وفي تصنيف العام تصنيف العام مثل ما قلتي أختي إنه ممكن نحن في روايات القصص الثانية أو شيء غير أكاديمي الكتب الثانية أنا ليش حطيت التصنيف عشان يسهل على طالب مثلا خنقول إنه أنا بتخصص مثلا فيزياء فودي أدش أشوف شن الكتب المتوفرة فيه طلب وديه يشترون الكتب قبل لا يتخصصهم يعني يأخذ فكرة عامة عن الكتاب يأخذ فكرة عامة والكتاب قد يكون مجانا أو الكتاب يكون رخيص فودي أنه يأخذ الكتب قبلها ودي يستعد للفصل قبل الفصل ففيه يعني طلبة يستفيدون أن يدشون عن طريق الكلية أو التخصص طلبتنا في الخارج هل قاعد يتواصلون معاكم؟ التطبيق عالمي وستانست لنا أول ثلاث عمليات شراء وبيع وتبادل الكتب كانت في أمريكا وفيه طلبة من أوكرانيا كذلك قاعد يستخدمون التطبيق يعني أتوقع الطلبة في الخارج وهم أمس الحاجة لهذا الأبليكيشن ضد 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 حتى أنا مؤخرا وصلت لرسالة من طالب يقول أساعدت في تطوير التطبيق لأننا نعاني في الجامعة من توفر الكتب فأنا جدا سعيدة أن فيه طلبة حاصلين في أهمية الموضوع وهمية قضية هذر الكتب الجامعي نعم صحيح وهذه يمكن أهم قضية مهمة جدا الكتب مهمة ولها قيمة كبيرة في حياة الشخص الذي قاعد يدرس أو حتى حياة القارئ بشكل عام فحلو أن الواحد يستفيد من هذه الكتب بدل ما أنها تنقط ترى على فكرة أنا كنت كافل وائد أقولها الكلمة حين كلها الكتب هذه وين تروح يعني حرام تنقط وفيه ناس ممكن يستفيدون منها أكثر فأعتقد أنك وفرتها على كثير من الناس السالفة أنه ما يدري وين يودي الكتب فعلا خصوصا أنه يعني لو نحسبها إذا نقول الطلب المقولين في جامعة الكويت 7000 طالب مثلا والكليات الثانية 5-6000 فتخيلوا أن كل طالب هذا يشتري 7 كتب يديدة ف7 كتب يعني هذا فعلا موارد وقد يكون المادة ماخذها وممكن يسحبها والكتاب وين يودي ممكن يغير تخصصه الكتاب ما يحفاجه نهائيا صح فالقضية يعني هي قضية شوي موارد فيها أنا أشوف الكتب موارد مهم جدا طبعا وخصوصا أنه يعني في بعض الجامعات يتوفر خصم للكتاب في الخصم هذا أهي اللي قاعد تدفع تكلفته فأهم أهم يمكن يضر الموارد المادية للجامعة إنه ما يكون عبق ممكن يستفيد بطريقة ثانية وهذا الابليكيشن يمكن يوفر كثير من الأمور على الجامعة أو حتى على الطالب فعلا أيضا فيه يعني نقطة في بالي قاعد دور هل الموضوع مقتصر على الكتب ولا بعد فيه عندكم مذكرات خاصة الطلبة في الجامعة يدورون على المذكرات اللي فيها تلخيص ويدورونها يعني في كل مكان المذكرات هي طبعا أنا أحسها أن الطلب عليها والاحتياج عليها أكثر لأن في بعض المواد الدكتور ما يطلب كتاب يطلب مذكرة يأخذونها من التصوير الطلبة وهذا هدر أوراق أكثر وأكثر يعني حبر أوراق على تكلفة على التصوير نفسها فوايد ناس قاعدين يطلبون النوتات فيقدرون أنه كذلك يرفعونها أو يقدرون أنه يعرضونها وفيه ناس حتى ممكن يحط بعض النوتس المهمة ولا الملاحظات المهمة عنه على المذكرة نفسها أو أنها محددة الأشياء المهمة فالإقبال يعني تني عطيت قيمة للشيء المستعمل أكثر من قيمة الشيء اللي يديد يعني حسنا هذا تعب الطالب المفروض يتم تقديسه يعني تعب الطالب مذكراته تخطيطه يعني أنا عن نفسي لو أرجع أدرس رح أخذ كتب مستعملة من طلبة يعني خذوا قريدات زينها صح أنا المتبطلين الكتاب يديد ترى فيه رحبة صح غير المتبطلين شيء مثلا بيستخدمه أحد غير جو محلول جدي مطمنة كأنا في أحد قاعد معاشي كلمة وحلو التواصل بين صاحب الكتاب نفسه وبين اللي اشترى الكتاب يعني يقول للمادة شلونها الكتاب شلون عندك أسئلة الشابتر فأنا حسنا صاير مثل تواصل في تحت مظلة أكاديمية صح نعم استاذة مهة نحن مكملين معاتش إن شاء الله حديثهم الحديث جدا ممتع معاتش كونتش إنسانة فعلا تحسين بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا المجتمع لكن رح ننتقل مع استاذة المشاهدين إلى زميلتنا هديلم سليم رح نتعرف أكثر على موهبة اليوم رجعنا معاكم مع ضيفتنا اللي منورتنا في الستيديو والاستاذة مهة العتيبي استاذة مهة أيضا عندك مشروع ومشاريع مشاركات تطوعية ودي أتكلم عن المشروع اللي سويته تطوعي الرسم الخارجي للأطفال بشكل عام الرسم الخارجي بكويت يعني شبه نادر يعني احنا ما نشوف مثل أوروبا ناس ترسم في الهواء الطلق فقلت ليش ما أبلش الفكرة فأخذت شهادة مدرب معتمد وبلشت المشروع طبعا المشروع للأطفال وغير ربحي وتطوعي وصالي ثلاثة سنين تقريبا أنا أعطي دورات الرسم الخارجي في الهواء الطلق أعلن عن المكان اللي أنا راح تواجد فيه والأدوات تكون معي والأمهات يحضرون يعني يبون أطفالهم ونقعد نرسم المناظر الطبيعية اللي موجودة في الحدائق العامة في الشواطئ أن جو لكويت ماي حسب الموسم حسب الموسم فهو موسمي يعني فإن شاء الله راح نبلش نستأنف شهر عشر زينا نحن نشارك بالضبط الآن إن شاء الله في أمهات وفي كبار طالبين الدورات فإن شاء الله راح نبدأ الموسم الخارجي وتشوفون رسامين في الهواء الطلق في كل مكان نبين من الصور أنه كان فيه متعة كبيرة ومبين فعلا أن الواحد لما يمسك أدوات الرسم مع الطبيعة والأجواء الخارجية أحس مختلف عن أن الواحد يقعد بمكان مظلق كمرسم ويرسم شكذر شكت ردود أفعال من الأطفال أنت بالضبط قلتي مقولة مشهورة لفنان فرنسي ما أحضر اسمه أن الرسام الحقيقي هو اللي يطلع بره مرسمة ويرسم من الطبيعة ويتحدى الإضاءة، يتحدى درجة الحرارة، يتحدى الوقت فسعيد أني أنا قاعد أحاول أوصل هالمهارة اللي موجودة هي من زمان في فرنسا أوصلها الأطفال الموجودين هنا نعم، تقريبا في أغلب الدول في أوروبا دائما نشوف رسامين أودور يمكن أن نجوه ناس مساعدهم بشكل كبير شكذر حسيت أنه كان فيه إقبال على مثل هذه المشاريع عندنا في الكويت أنا بلشت الفكرة بالأطفال، قلت خلي أشوف الأطفال وليش أن الأطفال أصلا يحب يكون ينطلق في الطبيعة ما يكون مقيدة ضد ضد، فلما أعطي دورة في حديقة طالبي يملة شوي بعد ساعة فنأخذ بريك نروح نلعب نرجع تعني مرة ساعات حتى الأطفال اللي موجودين بالحديقة اللي مون شاركين أصلا في الدورة ينضمون لدورة الرسم الإقبال أنا ما كنت متوقع أن الكبار مستعدين فإن شاء الله الموسم اللي اشتهاده راح نبدأ نسوي طلعات رسم خارجي للكبار إن شاء الله ونبي دعوة خاصة لنا فعلا يعني اللي معهم أطفال ويحبون الرسم ممكن يستفيد الواحد لأن هذه موهبة تكون موجودة عند الإنسان إذا كان في الهواء الطلق أكثر أحسه مع الناس كون عنده ثقة بنفسه أكثر هو يعبر عن نفسه وشخصيته تعزز أكثر من مهارة يعني رسم الخارجي تعزز التأمل والصبر عند الطفل القوة الملاحظة يتخلي بالضبط يركز على الأشياء الجمالية ويعزز تواصلنا ببيئتنا يعني عشان نشوف التفاصيل الجميلة اللي موجود في الكويت يعني إحنا دائما نقول أنه أوه ما عندنا طبيعة أو ما عندنا ولكن أنا إحنا قمت أشوف الحدائق العامة من أجمل الأماكن يعني قمت أتعمق في تفاصيل حتى للشيارة نفسها فعرف أنه هذا الشيار موجود من فترة طويلة هذا الشيار من زرع فترة ثانية والغروب يعني إحنا كان الشغل يخلينا ما ننتبه على الغروب أو الشروق بس لما نقعد نرسمها أو نقعد نلاحظة أسبوعيا في طلعة رسم خارجي يعزز تواصلنا بالطبيعة وبالدهرة نفسها بالدولة يعني نعم حلو يعني أن الواحد فعلا يستغل هذه الموهبة وهذه المهارات في أنه أيضا يفرغ الشحنات السلبية ويستمد من الطبيعة الطاقة الإيجابية أيضا كان لتش مشاركة تطوعية مع السفارة الكورية كلمين عن هذه التجربة طبعا السفارة الكورية عرفت عليهم يعني أو عرفت وجودهم وأنشطتهم عن طريق الطلب الكوريين الموجودين في جامعة الكويت اللي يدرسون لغة عربية فحسيت أنه من واجبي أن الطلبة هني موجودين يدرسون لغة عربية أنا من واجبي أن أحاول أن أقدم أي عمل تطوعي للسفارة الكورية وتطوعت في السفارة في أكثر من النشاط وأنشطة اللي كانت تتنظمها السفارة كنت أصمم لهم وأنتج لهم بعض الأفلام اللي هي تغطية للرحلات السياحية اللي كانت تسويها حق الكويتين في كوريا وتعاملي مع السفارة الكورية يعني أضاف لي وايد وايد أشياء الشخصيتي أنه عرفت ثقافة مختلفة تعلمت مهارات مختلفة منهم وجدا سعيدة أنه أنا يعني كسبت هالفكرة التطوعية منهم نعم حول من الواحد يكون عنده يعني هذا الشغف في العمل التطوعي لكن أنا ودي شوية أتكلم عن الجانب الشخصي شاستاذة تكلمتي وايد عن مجال التطوع بدءا من فكرة حتى التطبيق أن أنت يتحسين بغيرك من الأشخاص اللي فعلا يحتاجون لها بالكتب إلى الأعمال التطوعية الأخرى اللي فيها متعة وفرحة للغير فش كثرة تحسين بأنه في مسؤولية اجتماعية عند الكلفي حتى مجال تخصصا أنه يفيد غيرها من الناس أنا دائما عندي أمل كبير أن الشيء اللي حركني موجود عند ملايين وآلاف الموجودين سواء بكويت أو برى الكويت فلما بلشت العمل التطوعي خصوصا الرسم وبدأت أواجه شوي صعوبة أن أنا بروحي قاعد أروح وأحاول أن أنا أجهز الأغراض بروحي فأعلنت أن إذا في رسامين متطوعين يساعدوني في رحلات الرسم الخارجي صراحة صدمت من عدد والكم الهائل من الناس الكويتين المستعدين أنهم يساعدوني في طلعات رسم خارج الأطفال التطوعية علما أن أغلبهم هم مدربين معتمدين وفنانين ورسامين مشهورين فلا بالعكس أنا أرى أن الحس الاجتماعي والتطوعي موجود بكويتي أكثر من دول اللي براء نعم وماشاء الله عليك عندك هذا الحس التطوعي بشكل كبير أيضا كان لديك مشاركات في مركز اللغات وأنشطة مميزة كانت خلال عشر سنوات كلمين عن هذه التجربة؟ لما كنت في جامعة الكويت أدرس كطالبة في تقريباً 2008 شفت طلبة منهم الطلبة الكوريين وطلبة من دول ثانية يعيين يعني هذا الدين ديرتهم يعيين الكويت عشان يتعلمون اللغة العربية فسألت أكثر وعرفت أنه في مركز لغات في جامعة الكويت اسمها مركز سعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فبعدين فكرت أنه ممكن أن أتضوع معهم وشتغل معهم فحمد الله أنه وفروا لي عمل بدوام جزئي تقريباً مدة سنتين والعشر سنين اللي بعدها أنا بلجت في العمل التطوعي لأنه شفت أن الخبرة اللي قاعد أخذها من تواصل مع ثقافات مختلفة كوني لهم كمرشد سياحي مرشد ثقافي للدولة كذلك اللغوي قاعد أساعدهم تطوير اللغة العربية اللهجة نفسها فقررت أنه الآن أتضوع وما زلت متواصلة معهم نعم رب يعطيك الصحة والعافية إنسانة نشيطة جداً في مجال عملت والمجال التطوعي تخر للكويت أنه يكون عندها فعلاً سيدات يحسون بالمسؤولية الاجتماعية وفي كثير مثل ما دكاتي استادمها سيدات وأيضاً رجال يحبون يشاركون في الأعمال التطوعية في كل المجالات أيضاً أريد أن نتكلم أكثر عن مشاركتك في مجال المبادرين مجال المبادرين طبعاً هذا كان قبل ما أنا أفكر في تطبيق فوربوكس شفت إعلان لبرنامج فكرة تدريبي اللي هو لتطوير إدارة الأعمال وحمد الله قدمت وتم ترشيحي للموسم الثاني وخلال الخمسة شهور اللي هو كان عبارة عن كورس تدريبي مكثف في إدارة الأعمال استفدت جداً استفدت أن أعرف الأفكار اللي أنا موجودة عندي تصلح أن يحطها بالواقع ولا لا هي تعبي احتياج مجتمع ولا ما تعبي احتياج شكثر الفكرة ممكن تفيد تطور فجداً سعيدة كذلك أن أنا كنت أحد المشاركين والأعضاء في برنامج فكرة الموسم الثاني حلو فعلاً أن الواحد يكون عنده هذه المشاركات والأحلى أنه يحفظ جوائز والجوائز دائماً تعطي هذا التحفيز أن الواحد يستمر ويطور من نفسه كلميني عن الجوائز اللي حصلت عليها أنا كونان تخصوصي كمبيوتر وبنفس الوقت أنا أحب الرسم فشاركت فيه مسابقة اللي التصميم في التابع بيت السدو المجلس الوطني الثقافي الفنو الأداب وحمد رفزت المركز الثالث نعم صممت لهم مثل تقريباً مصباح ضوئي مستوحى من نكشة السدو وشاركت كذلك في مسابقة الروبوتكس اللي هي مسابقة الوطنية اللي لها علاقة بالبرمجة طبعاً وتخصصي وحمد الله فست المركز الأول على مستوى الكويت في مسابقة الروبوتكس الآلي نعم من هذه الأعمال التطوعية والشغف بأن الواحد يكون منجز أكيد بعد هذه الجوائز تحسين بالمسؤولية الكبيرة أستاذ أمها فودنا نتكلم عن هذا الجانب هذا أكثر من ناحية المسؤولية شكثرت حسيننا زادت المسؤولية عليك اليوم والتركيز حتى على اسمك صح يعني لما الواحد يتعود على العطاء أو يتعود أنه دائماً أتي إلى أفكار يفيد فيها المجتمع يصير صعب أن أنا أتقبل مثلاً فترة معينة أنا أمر فيها بدون ما أكون إنسانة منتجة أو بدون ما أحاول أن أنا أترك أثر لكن أحاول كثير ما أقدر أن أتحمق أكثر في المشاريع التي أنا موجودة فيها خصوصاً في مجال التطبيق أن أحاول مثل ما قلتنا أطوره دائماً بحيث أنه يتناسب مع الطلبة نعم ما شاء الله عليك أستاذ أمها لديك مشاركات في المجالات كثيرة واهتمامات كثيرة تخدم المجتمع يمكن ويد سيدات عندهم أفكار كثيرة لكن يقولون عامل للوقت الأسرة الحين صارت تشغل المرأة ومثلاً يكون عندها شغلها أو دراستها وملاقية وقت حق نفسها في أن هي تثبت نفسها وتترك بصمة في هذا المجتمع فنصيح تتحق أي سيدة قاعد تابعنا تقول أنا ما عندي وقت تسوي اللي أنا أبي أنا أتوقع أن ما شاء الله التواصل الاجتماعي سهلت هالشيء هذا والإنسان يقدر يفتح أفكاره ومشروعه وحمد الله في الكويت من الدول التي مسهلة مجال الأفكار وتطبيقها وفي دورات تدريبية حتى مجاناً قاعدة تصير أنا أرى أن عامل الوقت يعني دائماً أحنا لنا قدرة أن نخلق وقت ومن حيث عامل الانشغال أنا كذلك لدي وظيفة لدي أسرة بس دائماً أحسن أنه في مجال في طاقة وخصوصاً لفكر بفكرة أنه يخدم المجتمع دائماً يصير فيه بركة بالوقت ممكن أن ينتج ويقدر يطلع أكثر وتوفق دائماً ربي وفكت إن شاء الله سادمها الاعتباء ومنهن الأعلى في كل المجالات لأن إنسانا مبدعة ومنجزة قاعدة تقدمين كل شيء استفدته من خبرات وأيضاً دراسة نحن دائماً نستمتع لما نشوف المرأة في كل المجالات مبدعة وأيضاً قاعدة تساهم في هذا المجتمع شكراً لك شكراً لكم شكراً استضافتكم شكراً لتش نورتيننا في شاي الضحى ننتقل معكم إلى عالم المجوهرات والمجوهرات هي الصديق الأحب للمرأة فيها تجتمع الأناقة والعصرية في تصاميم كثيرة للمجوهرات سواء كان الذهب الماس وممكن نتأثر على إطلالة المرأة وأناقة المرأة أيضاً رح نتعرف على تفاصيل كثيرة في عالم المجوهرات والإحجار الكريمة مع مصممة المجوهرات داليا الحميضي تابعوها